ما بينجح بعمله أكتر من يلي عمله هويته هيك حبيت ابدا لقاءنا اليوم مشاهدينا مع ماريا جوليانا كاسادييغو الكاستنغ ديركتور الشهيرة thanks to your work you have been able to travel the world and accumulate many experiences what is the thing that you remember most fondly and ماريا what is the strangest thing that has happened to you in a casting إذن سألتها لماريا بعمله أدري تتسافر كتير وتكتشف بلدين كتير وصار عندها تجربة كبيرة شوالشي يلي أكتر شيء أسر فيها وما فيها تنسي سألتها أيضا تخبرنا عن حادثة غريبة أو شيء غريب صار معا بالكاستنغ I was able to do a film in Peru that's called El Abuelo so I get to know a lot of beautiful places from Peru like Cumbe Mayo, Pacas Mayo, Trujillo so I loved that experience and one of the weird things that happened to us in casting is when the actors come with a proposal already with the characters so if the character is rude they become that rude person even if they are not that so that's really weird and we don't like that ماريا بتقلنا إنو ما بتنسى المناطق يلي اكتشفتون هني وعم بيمثلوا فيلم El Abuelo اللي معناه The Grandfather مع العلم إنو هيدا الفيل متمثل بإسبانيا أما بالنسبة لحدات مزعج بيصير معون هني وعم بيعملوا الكاستنغ بتقلنا إنو لا هي ولا زملائة بيحبزوا وقتا اللي شخص أو ممثل بيتقدم لعندن مع دور بدو يلعبوا وسيناريو محضروا من قبل مع الشخصية يلي رح يكون عم بيمثلة بيلاقوا هدا الشي بعد الشي غير لائق وبين هي ليلين وقح مع إنو الشخص ما بيكون هيك بالحقيقة متل ما بتلنا ماريا ماريا I would like to ask you now how did you become a casting director and since when did you think that this could be your job tell us as well what do you like the most about this job the most and the least about this job إذن سألتها لماريا كيف صارت casting director ومن إمتين كاني تتحس إنو هيدا هو العمل يلي رح تكون هي عم بتقوم فيه وحبت أعرف منا شو الاشياء الإيجابية والاشياء السلبية لهيدا العمل I became a casting director by luck because it was not something that I was expecting a closest friend of mine that is a producer called Claudia Roca she asked me if I could do a casting for her I was at the time an assistant director and I said why not and that's how I became a casting director and I did one two three and I became a passionate for it and what's the thing that I like the most it's to see that each actor is different like I can see 70 people or 100 people for the same role and all of them have something different to propose so I love that and what I don't like it's when the actors come to casting with zero preparation when they don't know the lines or when they're a little bit rude with us إذا بتخبرنا أنه هي بالصدفة صارت casting director عندما وحدة من صديقاتها المقربين وهي بروديوسر طلبت منها تعمل لها casting وهيك نجحت بهيدا العمل وقامت بكذا عمل تاني من بعد الأول والتاني والتالي صارت تحب وصار عندها شغف لهيدا الشغل ووصلت اليوم لحتى تكون وحدة من أهم الكاستنج دايركترز أما بالنسبة للأشياء الإيجابية والسلبية بعملها بتقلنا في شي كتير بتحبو هي وقتا اللي بيتقدم لعندن أشخاص كتار أوقات بيجي سبعين أو مئة شخص وهي عليا أنه تكتشف ميزة بكل حدا منن أما الشي السلبة يلي ما بتحبو هو وقتا اللي بيتقدم لعندو الناس وما بيكونوا محضرين نفسن وبيكونوا منن حافظين لإشياء اللي بدون يقولوها أو بيكونوا أوقات وكحين وغير مهذبين معن هل تعتقدت ماريا أنك سنقرد العالم مع عملتك؟ أخبرنا بذلك عن الوصولة للأشياء وأنا أريد أن أعرف ماذا يحدث لتحدث لأشياء اللي بيجيزة؟ وماذا يجب أن يفعله لنضعه في شخص شخص؟ سألت إذا كانت تحلم أو كانت تعرف أن يوما ما رح توصل لهون وتكون هالأد نجحة بعملها وطلابت منا تفسر لنا كيف بيتم الكاستينج وأيضا كيف بيختاروا الممثل المناسب للدور أو للشخصية لم أكن أعتقد أنني سأتصل إلى هذا الوصول بعمل الكاستينج ولكنها ممتازة ممتازة وممتازة ممتازة جميلة يلتعى طريقة خصية ممتازة بينما تأتدار بنية يسألات وممتازوا علمون بنية ومممتازون من تحدثين وممتازون نستخدم ينشعوا تخص مستخدم وممتازون نقوم نقوم بعمل يسألات تحدث بشخصية أئتنين تحببها قائحة يمكنتدقون وهذا فهيزم نقوم بعمل وفي النقطة، تنجز تجارب التمشعات إلى المعلومات والجلسيور أو المجتمع و يمتعلق الناس لذلك حيني الأخطاء تفضل لذلك يتوقع الكثير وكذلك مثل إذا كان لديه اكبر في الأرجاء أو نحتاج لأنهم أقوموا بعمل أو أنه رائعاً للعمل أو أنه نحتاج إلى كميستر أو الكيميستر لأنه مجرد أو الملعب هناك الكثير من الأشياء يتعلقون في هذه الأخير لكي نجح نجح لكني بتقولنا ابدا ما كانت تتوقع أنها الأدرح تحب العمل بالإخراج ولكن هي كتير مقسوطة بنجاحها اليوم بتقلنا إنو الكاستينج بيبلش أول شي بكراية السيناريو من بعدها بيختاروا الممثلين أحياناً بيكونوا بيعرفون وأحياناً بيكونوا ناس جديد بيرجعوا بنسقوا العمل وبصوروا وبيبعتوا هيدا التصوير للزبون أو للمنتج لحتى يوافقوا عليه بتخبرنا أيضاً إنو كتير إشياء بيرتقزوا عليها لحتى يختاروا الممثل المناسب للدور بيقدير يكون أوقات بس بيرتقزوا على الخبرة يلي عندو إياها أوقات بيكون الدور بيتطلب شي بتعطينا مثل مثل الرقص فبيختاروا الممثل يلي بيجي دل الرقص أوقات بيرتقزوا فقط على الجمال الخارجي أيضاً إذا الدور بدو هيدا الشي وأحياناً بتقلنا الكامستري بتلعب دور كتير مهم بين الممثل مع المنتج أو المخرج لحتى يتم اختياره كاستنج ديركتورين ممثلين في تحديد التاليات and for this they have hundreds of resources I suppose it begins by talking to the representatives of the actors Can you tell us about any resource any other resource you use إذا بما أنه مهمة المخرج أيضاً هي اكتشاف مواهب جديدة طلبت مننا تخبرنا شوي كيف بيتم اكتشاف هيدا المواهب when you discover an actor with potential maria what do you feel at that time or at that moment when you know it and the actor perhaps is not yet aware of it طلبت مننا تخبرنا وقتاً تكتشف مواهبة عند شخص ما شو بتعمل وقتاً لي هيدا الشخص هو ما بيكون عارف انو عندو هيدا الموهبة In Happy Casting we have our own database We also do our search with managers, independent actors and performing schools We like to see a lot of theatre, TV series and trying to get all ways to see what's new so we can get a lot of new actors for us and we also do sometimes open calls so we can discover new talent and when we think that we have a new talent it's more to encourage them to see their own potential and try to let them know different options so they can search new schools or new performances that they can open themselves to believe in themselves في طرق كتيرة بيتبعوها لحتى يكتشفوا المواهب الجديدة بتلنا انو بالشركة عندون في معلومات بتجيون بهيدا الخصوص وايضا بيجمعوا معلومات هنه بيسيرتش بيعملوا مع ناس بهيدا المجال او بيروحوا حتى على مدارس تمثيل لحتى يتعرفوا عليهم بتخبرنا كمان انو بيحضروا كتير موفيز ومسلسلات ومسرح هيك بيقدرو يضلن على اطلاع على كل شي جديد عم بيصيروا على الوجوه الجديدة بتقلنا بيعملوا شي ايضا اسموا open calls بالشركة عندون يعني بيفتحوا بيب الشركة لحتى يتقدم عليها الناس يلي بيحبوا يمثلوا وكمان هونيك بيكتشفوا مواهب جديدة وبتخبرنا انو بيساعدون لهيدول الاشخاص لحتى يتطوروا ولحتى يتعلموا انو يكون عندون ثقة بنفسهم يلي هو برأيه اهم الشي ماريا what is the first thing you notice when a person starts acting شو الشي يلي بيلفتلك نظريك اول شي عند الممثل The first thing that we see in a casting is that we believe in what the actors are doing Also we search that they evoke in us something special and that they move us That for us is a good casting بتقلنا بيقدروا يعرفوا اذا الشخص اجاد التمثيل اذا كان عندو الادرة بيقناعون بالشخصية او بالدور يلي عم يلعبو وايضا بالاحساس يلي بيخلقو فيون هنا وعم بيشاهدو And having fame on social media opens up more possibilities to be selected هل الشهرة على الsocial media او التواصل الاجتماعي بيفتح مجالات اكبر Social media is really important for us in happy casting Because it's a way to get in contact with actors that we don't know And also the way that actors get in contact with us So sometimes we put our open calls so we get to know and discover new talent نعم التواصل الاجتماعي بيساعدهم كتير بشركتهم لبل هو مهم جدا لأنه هيك بيتعرفوا على مواهب جديدة وبيقدروا يتواصلوا معهم My question for you Maria All things being equal If you meet two persons or let's say two actors or actresses who fit the profile you are looking for What inclines you to decide on one or another? Could it be his training or maybe his command of another language? What could it be? سألت على ماريه إذا كان في شخصين أو ممثلين قادرين على القيام بالدور ما الذي يجعلها تختار واحد بين الاثنين؟ هل هي ساقفتو أم ساقفتو اللغوية؟ ما الذي يجعلها تنقي بينهم؟ For taking the final decision of cast an actor It's not the casting director call It's the director, the producer or the client call But there's a lot of things that we take in count To pick between one or two very good options And it depends in the project But most of it it's the talent لكن مش على ذمة المخرج فقط اختيار الممثل بتقلنا إنما فيه فريق عمل كامل بيقوم بهيدا الشي ولكن بتعتقد هي بهيدا الحالة بيختاروا أحد الممثلين حسب شو بيطلب الدور وأيضا هون بيلعب دور كبير بتقلنا الموهبة يلي بيكون عندو إيها الممثل Maria a tip for those who are watching us and listening to us For those who are willing to do a test and for those who would like to follow their path The most important thing is to be true to yourself Believing in what you have studied, what you have done And not trying to please the casting director or the director or the producer or the person that it's in front of you Just believing in what you're doing and do it with truth أكيد لكن بتقلنا ماريا أنه أهم شيء يكون الممثل مرتاح مع نفسه ويكون عندو ثقة بمعرفته وبقدرته على القيم بالدور مش يكون بس ناطر ينال أعجاب فريق العمل المفتاح هو الثقة بالنفس ماريا thank you for this lovely interview And thank you for the interesting and valuable tips you gave us We wish you luck and success in your career مشاهدينا نوصل لختم حلقتنا نتمنى تكونوا استفدتوا من خبرة ماريا وملتقانا بالحلقة المقبلة